السلام عليكم وعملين ايه ان شاء الله انكم بخير وفق احسن حال معكم ماريوزي من تيم اوي كورس فيديو ده هنشرح المحاضرة الهيستولوجي بتاعت الليسكن هي تأجيل شرحها في الكلية بس هنشرحها دلوقتي علشان مهمة بالنسبة لنا نكونوا عارفين الهيستولوجي بتاع الليسكن قبل ما نبدأ اي محاضرة ديرما ولما تشرح في الكلية ان شاء الله هنزل لو في اي زيادات او اي تأكيدات في المحاضرة دل اشرح ايه من الشرحق سواء كان سكي قيل سكي سكن او سينسكن بعدها نشرح الاكتسوليز اللي معاين الهير وبعدها قبل ما انه الجلانس الذي هو السوئيد لانز ومعBack نبدأ اول شئ بالنسبة للبارماس نعم إضافه سيكة سكن والسين سكن سنبدأ اول شيئ بالسيكة سكن ما يوجد في منطقتين البارمس والسولس موجود في كف الايد و كعب الرقل ما يوجد في البارمس والسولس الكبير يميزه ادينة من جوا في منطقة البارم هل في اي شعر؟ لا يوجد اي شعر يبقى لاقسة لأي شعر لا يوجد هير هل البارم ايدينا ي大家都lll any ? لا يوجد اي دهون لا يوجد سيكز لانت يبقى انحشر اي اكن ايinating ايدنا بتعرق من جوا صح يبقى انحشر ايها من ي 지나خصوه الكنل لا يزال فيديك لل relaj. درمس البي درمس 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 سقدر يقمع عينيبيتيليام يقمع الإبادرماث هو الإبادرمث Ads واله dan obes هل عندنا الإبادرمث تمثيله ال Hos والهترمث هو يقمعوهاض المنطقة دي كده هي ذي الإبيدرميس. شايفين فيها أي بلوت فيسلز؟ لا! في أرتيز أو فينس موجودة هنا؟ لا! فهي أفاسكولر. مافيش فيها بلوت فيسلز. طيب! البلوت فيسلز بقى أو النورشمنت جايلها منين? جايلها من اللي تحت من الكونكتف تشو من الدرميس. شايفين؟ مليانة اهي بلوت فيسلز. يبقى الإبيدرميس آفاسكولر لكن الدرميس فاسكولر وهو اصلاً اللي بيوصل النورشمنت للإبيدرميس. تمام؟ يبقى إحنا كده قلنا أنه يتكمن طوقتين إبيدرميس ودرميس الإبيدرميس آفاسكولر والدرميس فاسكولر اللي هو كونكتف تشو. تمام؟ فاول حاجة هنبدأ بها بقى الإبيدرميس. اللي هو الطبقة اللي فوق. بنقول إن دي إكتو درميس لير. سيك أوتر إكتو درميس لير. الإبيدرميس من بره. يبقى هو عبارة عن إيه؟ إكتو درميس. شان المهم جداً نعرفه لأن دي تجي في الأسئلة. إن هو عبارة عن إكتو درميس. لما ننزل جوه لما ندخل جوه هيبقى عبارة عن الدرميس. ميزو درمال. لكن ده اكتو درمال. الابي درميس اكتو درمال من بره. طيب زي ما قلنا هو افاسكولر لير. طبعا? وفيه انروفشن بفري نيرف انتين. بيرسيب الانورشمنت بتاعهم نين بقى? بيرسيب من البلوت بيسلز الموجودة في الدرمس. طبعا? هو افاسكولر. بياخد الانورشمنت بتاعهم نين? من الدرمس. طيب الابي درمس بقى بيكون في اه سيلز طبعا? السيلز دي اهم اهم من انواع سيلز هو الكراتينوسايتس. وده المستبند اكتر منهم موجودة بنسبة 95% ل99% في سيلزة تانية زي الملانوسايتس. اللانجرهانس والمركل سيلز. وده هنتكلم عنها بالتفاصيل البعدين. نبدأ باهم سيلزة موجودة في الابي درمس وهي الكراتينوسايتس. من اسمها سيلز يعني سيلز. كراتينو يعني كراتين. يبقى هي السيلز اللي بتطلع الكراتين. فهي المستابندن سيلز في الابي درمس اكتر واحدة موجودة بنسبة من 95% ل99% ورسبونس بل فور كراتين فورميشن هما اللي بتطلع الكراتين. طبعا? they are organized in layers and become mature in four weeks. الكراتينوسايتس بتتقسم في الليئرز بتاعت الايبي درمس. تمام? ويبتبقى الكراتين دي امتا? في خلال اربع سبعة. بصوا. احنا عندنا الايبي درمس بيتكون من layers من تحت لفوق. بيبدأ تكوين الكراتين من تحت. وبعد كده يبدأ يطلع لفوق. فهو بيبدأ الماتيور لحد ما يوصل لانه يكون ماتيور الكراتين فوق في اخر طبعا في الايبي درمس. تمام? فعلى حسب الماتيوريشن او الدجري او الماتيوريشن بتاعت الكراتينوسايتس الكراتيني اللي بتطلعه هنقسم الليئرز بتاعت الايبي درمس لفايف ليرز. يقسم لفايف ليرز على اساس ايه؟ على اساس دجري او الماتيوريشن. باي الكراتينوسايتس على حسب الماتيوريشن بتاع الكراتين. تمام؟ تمام؟ نبدأ من تحت لفوق. عندنا فايف ليرز. زي ما قلنا. تمام؟ هنركز هنا اول واحدة اللي هو الاستراتوم بيزال. اهي. الاستراتوم بيزال او البيزال لير. هي عبارة عن سينجل اهي. هي دي. عبارة عن سينجل لير. اسمها استراتوم بيزال. بعد ديها حاجة اسمها استراتوم اسبانيوسم. او لير. او خوال الاسمية سلير او استراتوم سبانيوزم اللي هي دي. بعد كده استراتوم جرانيولوزم او جرانيولر لير. بعد كده firmware管يوزم الثهاية. وآخر واحدة firmware accusation이죠. غريبة شوية لان نقولها نعمة. كزا مرة في خلال المحاضرة ولما نقرأها كزا مرة هتثبت ان شاء الله ما تقلقوش فعندنا الاستراتوم بيزال او البيزال ليير بعد كده الاستراتوم اسبانيوزم بعد كده الاستراتوم جرانيولوزم استرياتوم لسيدم استرياتوم كورنيام دول بتاعت الاي بي درمز بنبدأ من تحت لفوق لان الكرياتين بيبدأ تصنيعه هنا في الاستراتوم بيزال لان بيكون عندها اللي بتطلع منها الكرياتين تمام? وكل ما يطلع الفوق هنلاقي ان السيلس بتتحول لديت سيلس الارجن اللي فيها بتقل طمام وakiوريشان بتاع الكرياتين بيزيد يبقى انا عاوز اعرف من هنا حاجتين اعوز اعرف ان اول حاجة عندنا من البيدرميس وعرفنا اسمقهم طمام? تاني حاجة ان الكرياتين بيبدأ تصنيعه من تحت الفوق بيبدأ من عند اللي فيها اللي بيزال بعد كده يزيد بتاعه من تحت الفوق تمام كده نبدأ بقى ناخد كل لير من ده بالتفاصيل. لايت مايكروسكوب وعيلة الميكروسكوب. اللي تنقصب بعضهم. شكرا للي عمل الفايل. طيب. لايت مايكروسكوب. اول حاجة الاستراتوم جرميناتيبم. اللي هي الاستراتوم بيزال. او جرمينا الليير او بيزل ليير. اللي اسمها جرميناتيبم. علشان هي فيها الجرميناتيبم. فيها الاستيم سيلز اللي بيطلع منها الكراتين. تمام? فحي اصترها الكراتينو mentorials with which are continuously undergoing my ينتج عنها سيلز جديدة تطلع لفوق. تمام؟ هي عبارة عن سينجل لير هي لير واحدة بس من كلامينر ابيثيليم. دي السينجل لير بتاعتنا. بتكون تحت طبعا موجودة على بيزمينتي ممبرين اهو كيربت بيزمينتي ممبرين الهي نايمة عليه ده. تمام؟ وهي عبارة عن كلامينر اهو. وهنلاقي ان بتاعتها خلينا اهو كلامينر وهنلاقي ان بتاعتها اهي وتحت بيزم يعني هنفت تبقى تحت شوية يعني. تمام؟ من اسمها بيزل دير هنكون بتاعتها ايه؟ بيزل وي اوبي تمام؟ ماشي. اهو كلامينر ابيثيليم زي ما شوفناه اللي شوفنا عليه السيلز كايات موجودة والسيلز دي كلامينة. والنيوكلاي بتكون اوول وبيزل. اكيد فيها متوتك فيجرز لانهو اصلا معمم بتاتك على طول عشان ينتوك عنه نيو سيلز تطلع لفوق. ياوه دي الايث ميكروسكوب بتاع الاستراتوم بيزال او الجرم منيات هي عبارة عن كرتين سايتز بتاندرق ومتاتك كتير عشان ينتوك عن نهو سيلز تطلع لفوق. هي عبارة عن سينجل لير. السينجل لير دي اللي بيزيليم بتاعتها ما ايضا هو مثل الامر وماشيئة يمكنك حالك من فجر كل الاستجابة وتتخدrate مراهما اقول انها مع السلزل الجنبها تمسك فيها بدسموزوم يعني كل كذين وصايتاء تذكر المساكل بحضرها وتمسك مع البيزل اللامنه اللي تحتيها بهميدسموزوم يعني جنب السلزل ستمسك هنا بدسموزوم وتمسك مع البيزل اللامنه اللي تحتيها اللي هي يعني الليم عليه اذا كانت تنسك بـ سيتو بلازم ديبلي بيزوفيلك ليه بيزوفيلك؟ لأنه مليان ريبوزومس و بوليزومس هو اصلاً الكلاتين ده عبره عن إيه؟ بروتين بالضغط كده فهنا نتطلع على البروتين ده هيكون فيها ريبوزومس و بوليزومس فهتبقى أكيد إيه؟ بيزوفيلك تعم كده؟ هبتكون ديبلي بيزوفيلك وسيتو بلازم ديبلي بيزوفيلك يكون فيها بعض من الميتو كوندريا والتونو فيلمنس اللي هو فيلمنس أوف كراتين ده ما بيكون موجود فيه سيتو بلاس عايزين نركز على الحاجة زي ما قلنا ان احنا كل ما هنطلع به الليرز اللي فوق كل ما هيقل الورجنالز اللي موجودة جوه السيلز وستدقى تتحول له ديت سيلز عشان تبدأ تبقى ماتيور كراتين ووظيفته ان هو يعمل بروتيكشن ماشي يبقى دي اول لير معنا اللي هي البيزل لير ماشي بعد كده اللير اللي فوقيها الاستراتوم اسبانيوزم او البريكلز سيل لير او السباينال لير وهنعرف ليه بريكل او اسبانيوزم دي جاية من ايه هنعرف دلوقتي ليه اسمت كده اسفورمت اوف سيبلال ليرز لما كنا بتقول هنا كنا بتقول ان هي عبارة عن سينكل لير بس لكن دي كزا لير من اربعة لثمانية بوليهايدرال هنا كنا بتقول ان هي كيوبويدل دي بتكون ايه بوليهايدرال سيلز والسيلز او الار لارجر نير البيزل لير و بيقوم سمولر نير السيرفس يعني كل ما بتطلع اللي فوق كل ما ايه بحجمها ايه 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 او هنشوف بقى ليه اسمها اسبانيوزم Cerca دوريجووربراشن أوف سيشن الشرنكج أوفزة سيشن شرينكج أوفزة سيشن شرينكج أوفزة بطوص يعني ايه بصوه هي كل سيل مع اللي جنبها ستسمسوزم ومليانة من المصومز كتير قوي تمام فلما نحضرها لكي نشوفها تحت المايكروسكوب بيحصل لها شرينكتش يعني ايه؟ بتشرينك يعني اللي هو بتتيج على بعضها كده كده اسمها ايه؟ اللي هي بيحصل لها شرينك يا جماعة حجمها بيقل يعني فلما حجمها يقل هنبدأ نشوف الدسموزوم اللي ما بينها وبين السلل اللي جنبها كأنها صباين طلع منها بصو معين اولا دي كده السراتوم اسبانيوزوم السلل طبعا بوليهايدرال اهي بوليهايدرال شكلها مختلفة متعددة لما بتكون تحت هنا بتكون حجمها كبير بعد كده تبدأ ايه؟ تبدأ تصغر كل ما نبدأ نطلع لفوق تمام؟ اهي بصوا ده شكلها اهو هي مانيها دسموزوم فلما بنيجي نحضرها عشان نشوفها تحت المايكروسكوب بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها الشرينكتش كده تمام؟ فبنلاقي ان الدسموزوم بدأت تظهر بالشكل ده فقدتلي شكل الايه؟ للسباين تمام؟ فشان كده سميتها Spinal Layer أو Stratum Spaniusum تمام؟ اللي هي البريكل وشان كده اسمها بريكل سيل لير ماشي اللي احنا بنجفها تحت المايكروسكوب دي كأنها هي كأنها سباين زيتو بلاسم is full of many tonal filaments يبقى دسموزوم وماليان بردو tonal filaments وريبوزوم وفيو ميتوكويندريا ميتوكويندريا قليلة هنا كده نقول ميتوكويندريا طعم؟ عشان كل ما ننزل كل ما الارجنز دي هتقيل الارجنز هتقيل بيقول بقى معلومة مهمة انه جديد بالميتوكويندريا استرياتام بيزال وستراتم اسبانيوزم باء ميتوكويندريا ميتوكويندريا واحدة بنسميهم باسم لير اسمها مالبيجيان لير مالبيجيان لير المالبيجيان لير دي لما يسألني عنها هي عبارة عن آنه اتنين آخر اتنين اللي هم اللي بيحصل فيهم كل الميتوسس تمام؟ يبقى دي كده قلنا ان هي عبارة عن من اربعة التمانية بيكون بوليهودرة سلس زي ما شفناها والسلس كل ما يطلع لفوق كل ما يتقل وبتحصل لها وتظهر كأن فيه سباينز خارجة اللي هو دسموزوم بنى كأنها سباينز فبالتالي عندها دسموزومز كثيرة عندها تونفرومز كثيرة وكل ما يتقل بيحصل في اخر طبقتين بيسميهم بيجيان لير بعد كده الطبقة الثالثة اللي هي من اسمها دي ان هي فيها تمام فيها فهي عبارة عن عبارة عن عبارة عن مفالة نسلس ب بيزوفيلك كرات ولاين جرانيولز يبقى اول ثلاثة ما هي بنى الثالثة السهيدو فالتالثة السهيدو فالتالثة مانتخ مؤمنين عن السهيد invoke السهيد نعم؟ تمام؟ نحن يعكس ما هي عبارةany هذه المتأكد من المثال هذه المطلوبة عن المثال 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 تصوير البروتين المثال الخريجية هي من النوع النوع من المثال المفق عن طريق فى الوية الغنيولى 수ياد غير الغنيولى وsال شخصت لابداء لا يوجد غنيولى ال غنيولى تكون قودة الضغط Kihei الله القادر هو 위에 فيها تونوفيمنس و ليستة الغنيولى سنتفى ما تبدأت القل ما من الميتوكلورى لا يوجد قولة الـ ikalnat prendura حوالي النيوكليس مبقاش موجود. بقى الديجنريتد نيوكليوعي. عشان تبدأ واحدة واحدة تتحول لديد سل. تمام? يبقى هنقول برضو اتنين وتعته كمان. اتنين تحت فيه ميتوكندرية. التلاتة اللي فوق ميفش ميتوكندرية. والاتنين اللي تحت فيهم كل الميتوزس. وبعد كده هنقول تعته واتنين. التلاتة اللي تحت كلهم بيزوفيلك. الاتنين اللي فوق اسيدوفيلك. تمام? تمام. فده الجرانيولر او قلنا ان هو عبارة عن وبتكون بيزوفيلك زي ما قلنا او بلتراتها بيزوفيلك. وهي بتاع الامورفوس بروتين للسوفت كاتين. مهمة. وكمان نعرف مهم هنا ان مفيش ميتوكندرية ومفيش هنا طبعا نوديكات منسية هنا. ومفيش تمام? تمام. نجيب بعد كده اللي اللي بعديها اللي هو او او كليل كلير لير. it's formed of tightly bad flattened ее nucleated cells. كاراتين دى بيزوفيلك كاراتين جيدة لدينا ت ligger في الكي لятель ومتابعة دي وهو ومتابعة Colatine مهمة مهما يسألني المتابعة المتابعة موجود في تلير لير وهو يكون الأسود أسود في التلير لير والليير لير تكون أسود فيلك وده كمان أسود فيلك والتي يقول مجدداً يجب أنها أسود في الكرين وتعود كبير الثاني وكبير سيتوم بلازمة مبادرة لا توجدها أفضل أهم موريسة يكون هناك بأمام أسلو تباكس من عملك الموريسة لتقوم عن غير أربعة و تجد بأمام أكثر يتكفيال العمل سيكون خلق أفضل و تصحيب الحوار يوجد الألف الأمام أعرف من ما سأعرف عليها و لا توجد أي أيته طبعاً ما هي أسيدو فيلك ولنا أسيدو فيلك. نجي الآخر ما معنا وهي هي عبارة عن من 15% 2010 ويكون لقبليها بردو بس هنا خاص الكرتين بقى ماتيور وبقى عبارة عن اشرة الخارجية او الطواق الخارجية بتاعة بتكون قبليها تبعم? كما هي لقبليها بردو بيكون في بيروفرينجون عبارة عن كراتين بس مافيش فيه اي سل أورجانويد خلاص بقدت سل بقى مافيش بقى فيه اي سل أورجانويد دي عبارة عن ان الفايبر تحت الكراتين بتكون بالنسبة لي اللير دي الكراتين بالفايبر تحته بتكون وبنقول ان بيمسكوا في بعض زي ما اي سل جامب سلف تنسك بعضة بالدسموزوم معادة اللي بيمسك مع البيزا اللامنة بيمسك به هيمي دسموزوم لكن اي سل جامب بعضها بتنسك به دسموزوم تمام كده يبقى دي الليرز بتاعة او قلنا ان هما بدأنا من تحت لفوق عشان الماتريشان بيبدأ من تحت لفوق او الاتنين الليرز اللي هو والستراتوم بيثال والستراتوم سبينوزم الاتنين دول بيميزهم ان هما بيحصل فيهم الميتوتيج ديفيجن الاتنين دول بيميزهم ايه الميتوتيج ديفيجن وبنسميهم تمام كده وعرفنا اهم الحاجات فيهم هما الاتنين اه اهم حاجة ان هما فيهم بعد كده اللير اللي بعديهم اللي هو اللي استراتوم جرانيولوزم او اسمها فيها جرانيولز الجرانيولز ديت بتكون بتاعة واخر اتنين بيكونوا اسيتوفيلك تمام كده؟ تمام اول اتنين فيهم ميتوكندرية واخر تلاتة مفيش فيهم ميتوكندرية وبيبدأ ان الارجنالز تقل تمام؟ تمام؟ لحد ما توصل في الاخر ان مفيش اي سيل ارجنالز خالص وبتكون ديد سيل عبارة عن سكلز او الاشراء الخارجية اللي انا بسميها الستاتوم كوريام او الهورني لير نضغب بعد كده بقى للسيلز اللي بقي عندنا اول واحدة الميلانو سايتز من اسمها هنعرف يعبر عن ايه سايتز يعني سيلز وميلانو اللي هو الميلانين فهي السيلز اللي بتطلع الميلانين الارجن بتاعها اكتو ديرمل مهم ما اكون عارفة زي ما قلنا برضو ان الابيدرمس من برا يبقى ايه يبقى اكتو ديرمل الميلانو سايتز هي كمان اكتو ديرمل طرعه من النيوركريست من الامبيرولوجي بقى النيوركريست ده كان اكتو درمل هو كمان. طبع منه فهي اكتو درمل ان اواجين. الصيف ده حيث يكون موجود فين? آآ بتوين وبيلو الاستراتم بيزال. ثلاثة بي اهم متى. شكرا للعملين للفايل. بتوين وبيلو الاستراتم بيزال. تمام? ثلاثة بي. شكلها هنا اهو كده في الصورة دي. دي كده الاستراتم بيزال اللي هو اللير اللي تحت دي. تمام? ودي كده مين? دي كده الميلانوس. اهي. وبتوين الايه? الاستراتم بيزال. فهي بتمسك مع او البيزال اللامينة من تحت. زي بالضبط ما كانت الكارتينوسايتس اللي هنا بتمسك بيزال هي كمان بتمسك بيزال تحتها بايه? بيزال. وعندها سنترل سنترل نيوكلس. بتكون كده شوية اهي? وعندها ايه? وعندها سنترل نيوكلس. وطلع منها شايفين البروجيكشنز دي? طلع منها ما بين المشية ما بين الكارتينوسايتس اللي حواليها. تمام? بس هي مش بتمسك بتتمزوم مع الكارتينوسايتس. لأ. مش بتمسك بتتمزوم. هي بس ايه? مشية ما بينها كده. بطلعة ما بينها. هي بتمسك بيزال تحتها. تمام? بنقول ان هي عندها مع سنترل نيوكلوي. وآآ بس بتوين الكارتينوسايتس. اهي بتمشي ما بين الكارتينوسايتس. الاجزوميكروسكوب بتاعها بقى. او بنقول زي كانت مش بنعرف نشوها كويس بالاتشاند اي. بنرسط لناس وقت تاني. بليه ان بقى زي كونتين تيبكال سيل ارغانويت. فور بروتين سنسز. عندها نفس الارغانويت فات البروتين سنسز. عشان هي بتطلع ملانين. فعندها اباندنت روف اندو بلازمي كيوتيجلوم اللي هو بيعمل سنسز لانزيم اسمه التايروزينايت. وعندها قول جي اباريتس اللي هو بيكمل الفورميشن بتاع الميلانين. وبيطلع اسمها ميلانوزومس بيكون موجود فيها الميلانين. بصمعين. دي ميلانوسايتس. تمام? بيكون فيها روف اندو بلازمي كروتيجلوم. نفس الحاجات في راعة سنسز لفع البروتين. الراف اندو بلازمي كروتيجلوم دا بيطلع ايه? ويطلع انزايم. لماذا بيطلع انزايم؟. عشان احنا خدنا بابل كده ان التايروزين بتحول بالتايروزيناس بالدوبة. والدوبة تتحول لي ميلانين. فاكرين? بزبط. فان الراف اندو بلازمي كروتيجلوم يروح ميتطلع التايروزيناس. التايروزيناس دا يروح رايح على يا HTML يروح مكمل أ pixel بتاع الميلانين. بحول التايروزينا لي ميلانين. تمام? فيروح ميخرجه كده. الفيسيكلز دي تمشي في عشان يحصل لها لي ميلانوزومز يعبارة عن اللي جواها الميلانين. بعد كده تخرج تمشي تبدأ ماشية لحد اللي هو دي وتخرج منها المين للكرياتينوسايتس اللي حواليها. تمام كده? تمام. فده معنى الكلام اللي هنا. ان هي عندها بتاعت البروتين سينسس. رفق انتوبلازمي كروتيكلوم. بيصنع التيروسينيس. والجولجي ابريتس يكمل العملية. فيطلع السيكريتوري فيسيكلز. السيكريتوري فيسيكلز دي وسميها ميلانوزومز. اي عبارة عن فيسيكل جواها الميلانين. وبعد كده عن طريق البروجيكشنز دي توصل لي الكرياتينوسايتس اللي موجودة حولها. اهو ده البيجمينتيشن. وديت عبارة عن ميلانوزوم. فيسيكل اهي. تمام. وديت النيوكلس بتاعت الكرياتينوسايتس. فاحنا بنقول ان من الفونكشنز بتاعتها. خلينا نمسح ده كده. من الفونكشنز بتاعتها ان هي تروح روح عاملة كاب فوق النيوكلس. بتاعت الايه? بتاعت الكرياتينوسايتس. فتحميها من الالترافايلو تريز. تحميها من اشعة الشمس الضرر. عشان ما يحصدش اي تغير في الدي ان ايه بتاع الكرياتينوسايتس في يعمل مشاكل. تمام كده? تمام. منقول اهو ان ان الفونكشنز معتها. طبعا. الميلانين ده بقى بتاع الباضي من الاكسبوجر للالترافايلو تريز في سانلايت. بيحمي الجلد بتاعنا من اشعة الشمس الضرر او الالترافايلو تريز. منقول ان الميلانين جرانيوز. تمام? اللي هي الميلانوزومز. اه بتروح راحة على 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 الكرياتينوسايتس عشان تحميها او تحمي دين ايه بتاحها من الالترافايلو تريد اني يحطد في اي ميوتيشن ويحطد في اي مشاكل. بتروح راح اعمل كاب كده فوق الايه? راح عامل كاب فوق النيوكلوس عشان تحميها وتحمي الدين ايه بتاحها. يبقى ديت الميلانوسايتس. اه نعرف فيها ايه? اهم حاجة ان هي اكتو ديرمال ان ارجم بتطلع من النيورال كريست. والبي بي بي بتكون بتوين وبالو الستراثن بيتاني. اه بتكون نرودة سيل بوديس وعندها سنترل اه نيوكليول. بتطلع اه سيتو بلازميك اه بروسس بتنشي ما بين الكريتين وصايتس. بس مش بتنست معها بتسمو زوم. تمام? ماشي. اه اه اي تاني بنقول او ان قلنا ان هي اه فيها بتاعت البروتين سينسيس. الرفق اندرولاس ميكروتوكرم بي طلع ع الثيروس ايس. الكل جابيوتس بيكمل وبيطلع البيسكلز. البيسكلز هي ميلانو زومز. اه ان هي بتحمي الجلد بتاعنا تطلع الميلانين. لوهو بيحمي الجلد بتاعنا من الايلفاوتريس. والميلانو زومز دات نفسها بتروح راحها اعمل اكاب فوق النيوكلاز بتاعت الكريتين وصايس عشان تحميها وتحمي زي اللي بتاعها من الاولترا وايش. عشان كده اه الاشخاص اللي هم الميلانين عندهم او صحاب البشرة البيضة جدا يعني بيكون اكثر عرضة ان هما يحصلون مشاكل في الجلد لسبب اشعة الشمس على العكس طبعا اللي عندهم ميلانين اعلى تمام خلاص الميلانونسايتس وطبع اعلى اللانجرهانز سيلز اللانجرهانز سيلزي الورجن بتاحها ايه ميزودرمال يبقى الميلانونسايتس اكتودرمال اللانجرهانز ميزودرمال مهم طيب هي عبارة عن ماكروفاتش احنا اصلا كنا بنقول ميكروفاج بنسميها على حسب المكان اللي تطلع فيه فالميكروفاج في الاسكن بنسميها ايه؟ لانجرهانس تمام كده؟ تمام بيكون موجودين ما بين الكازينوسايتس في ليبيدرميس خاصة في اللير بتاعت الاستيراتوم سبينوزم يبقى المناور السايتس اللي كلمنا عنها الاول كانت الاستيراتوم بيزال نطلع فوقه شباية هنلاقي اللانجرهانس ما بين الاستيراتوم سبينوزم حين نت azte existence اللي كانت فى اولناءةةةذنا نستخدم لها Neaniformis الشاكال whale October إنتجه بص 대통령 المناور 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 مناور المناور juxta زي كونتين كاراكترستيك تينيس براكت ابيرانس وفيها هايدروليتيك انزايمز الفنكشن بتاعتها ماكروفاج سيل قلتها بسرعة تعالوا بقى نشوفها على السورة احنا قلنا هي عبارة عن ماكروفاج بتبقى ايه ميزودرمال تمام موجودة فين في الاقتر حاجة في اهو موجودة جواه تمام شكلها عامل ازاي شكلها عامل زي وبرانشت اهو ستار وبرانشت تمام تمام طيب في بقى بيكون شكلها عامل ازاي اهو دي شكلها مضرب تينيس شكلها شبه ايه شبه مضرب تينيس تينيس راكت ابينس يبقى شكلها الاكترومايكت حتى الاكترومايكروسكوب اه تينيس راكت ابينس وفيها ايه هايدروليتيك انزايمز فيها هايدروليتيك انزايمز الفنكشن بتاعتها طبعا هي عبارة عن ماكروفاج اه بتاكل جواها المايكروب وبتعمل لهم ايه على السيرفز منبور هي عبارة عن ماكروفاج دي كده ميزودرمال ما بين الكاتينوسايتس فيه الاكترومايكروسكوب عبارة عن ماكروفاج و بتبقى شكلها في السوبرا في تينيس راكت وماكروفاج الميركل سيلز بقى دي ما بين الكاتينوسايتس برضو في بتاعت السيكسكن بتكون موجودة الميركل سيلز بتكون موجودة في السيكسكن بس وبتكون عبارة عن بتكون شبه بتاعت الايبيدرميس و بالاكترومايكروسكوب سيتو بلازمة عندها دنس بلازمة بيبان لونها باللون الاسود سيتو بلازمة بتاعها الفنكشن بقى هي عبارة عن سينسوري ميكانو ريسبتورز ميكانو ريسبتورز سينسوري عشان نقل الاحتاس وكده بس بتكون موجودة في السيكسكن ايه هو سيكسكن بيكون موجود فين الاماكن اللي هلاقي فيها الميركل سيلز ممكن يجيز اي يعني يجيب لي اماكن ويقول للميركل سيلز موجودة فين على حسب انا عارفة بقى انه موجود في السيكسكن يعني في البارم والسول وقلنا ان فيها دنس آآ كان ليها سورة هنا برضو خدونا نشوفها اهي دي الدنس الموجودة في آآ ميركل سيلز طبعا كده هنكون خلصنا الحمد للناه هنكون خلصنا ندخل بقى على الدرمس اللي هي اللير بتانية من الاسكن آآ الدرمس ده عبارة عن ايه عبارة عن انر ميزو درمال لير مهم جدا ان نكون عارفينها لان لما كنا نتكلم على ايب درمس كنا بنقول اوتر اكسو درمال الدرمس بقى انر ميزو درمال طبعا عبارة عن لوس كنكتف تشوف هيكون باسكولار ففيه وفيه وفيه وطبعا فيه طب ليه ما قلنا ان ما فيش لانشان ده ففيه بس تمام كده يبقى مهمة نكون عارفين ان درمس انر ميزو درمال لكن الابيدرمس كان اكتودرمال طبعا هو عبارة برضو عن اتنين اللير اللي هي اللي هو اللير فبابللری اللير فوق تحتيها ايه تحتيها اه وما فيش ما بينهم متحددة دي كده ده عندنا اتنين اللي هو اللي هي الجزئية دي والجزئية اللي تحتها. هل في اي ما بينهم او اي حاجة تخليني افرق ما بين لأ. ما فيش اي عشان كده هي ايه مش بمتحددة. اه فعندنا اتنين اللي هي فوق وتحتها نبدأ بتوكون عبارة عن سوبرفيشيا هي السوبرفيشيا هي اللي فوق كنك تفتشوك بيكون فيها اه كولاجين ريتيكلار والاستيك. ويه بيطلع منها اه بنسميها ديرمال بابيلي دي مهمة قوي. بيطلع منها بنسميها ديرمال بابيلي. بسوا معي كده دي. ده كده اهو ودي كده طلع منها ديرمال بابيلي دي بنسميها ايه بنسميها ديرمال بابيلي مش اسمها ديرمال بابيلي. ودي ديرمال بابيلي دي بقى بتمسك فوق بي ريطجس نصلي لها من الابيثيليا اسمها اوبيدرمل cuts عشان الاثنين دول يمسكوا في بعض Jul hospital الابي должست في فوق ايبيدرميس والドرمل why писالة spontaneous بتاع درميس طبعا تكون Rich in blood cabalaris لانها لازمة تكون ve circular tienen وفيها بشكل عالي عشان تقدر تغزي اللي فوقها تغزيไبي ايبيدرميس لان ابيدرميس فبياخد النورشمينت بتاعه واللي كنك تفتق Championships لتحته. اللي هتكون اكتر حاجة من البابلاري لير. هي وفيها اللي هو اللي فاكرين من لسي الناس. تمام كده يبقى دي البابلاري اللير. اعرف ان هي هي اللي فوق وتحتها آآ بيكون فيها وبيطلع منها مهمة جدا اسمها 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 درمل بابلي. وبتكون طبعا ودي بتكون اعلى في الفاكولاريون عشان تقدر تغزي اللي فوقيها اللي هي طيب بعد كده تاني اللير اللي هي الري اللي هي ودي بتكون وديب بتقليدي تشفيهية هي اللي بتكون تحت ايه بتكون تحت البابيرالي لازم تكون فيها عالية علشان تغزي اللي بدامس. فعشان كده هي منطقة تكون بطبقة بيبقى منوجود فيها زي لو فكرنا برضو من اللي نسين الناس. يبقى كده الفرق ما بينهم هما الاتنين هي هي اللي بتكون فوق وتحسيها الريتيكولر. الريتيكولر بيكون فيها ثلاث انواع الريتيكولر بيكون فيها اكتر حاجة الكلاجين. بعد كده بيطلع من البيبيرالي لير حاجة مميزة جدا اسمها ديرما البابيرالي والمميز في الريتيكولر اللير ان فيها سويت جلانت يبقى هنا في ديرما البابيرالي وهنا في السويت جلانت. هنا طبعا هي هي هنا مور فاسكولر هنا هنا لصف وعرفنا ليه? عشان دي الاء قرب لي وهي هنا في نوع واحد بسل الميكنولوسيتروس اللي هو الميسين والتعالي انواع التانين موجودين في الريتيكولر اللير. كده بدأ خلصنا العبارة عن اتنين دول. نسوا بسبب كده على حاجة اسمها والتقاء الصورة الاتنين مع بعض. طبعا يتنمها للتقاء الاتنين مع بعض لسه لي63 يكون هو عبارة عن ايه يكون عبارة عن اللي طلع من اللي هي بسميها السفحة اللي نزل من اللي بسميها الفوأس ايباβيلا الاتنين بين ليboysالتقوا مع بعض واعنون الحاجة اسمها الش Chrono dr. ノ بيالتقون مع بعض. دي كده اهو ده كده اللي طلع من المالولين درما الام 3 وده كده الايه? وده كده الاتنين بيلتقوا مع بعض وبيعملوا ايه? بعملوا درمل اه بابلاري قصدي. ماشي. اه بنقول ان هما بيدوا اللي هو بيدوا شكل الزكزاج كده. طبعا هم ماشيين بشكل ويف ومشيين بشكل ويفي وبيدوا ايه? بيدوا شكل الزكزاج. تمام? فقلنا هو عبارة عن ايه? التقاء الاتنين. درمل بابللي من تحت والابيدرما من فوق. يعمل حاجة اسمها بابلاري ريجوس. طب ايه وظيفة بقى الحبار ده? ليه في التعريجات ديت وفي اللي زكزاج ديت والاتنين ينسوكوا في بعض. اول حاجة عشان تزود السيرفيس ايريا. بتزود السيرفيس ايريا بتزود السيرفيس ايريا. تزود السيرفيس ايريا بتكون موجودة في السيرفيس ايريا. تروح الابيدرمس من الزكزاجة لتحت والدرمس طلع لها الفوق. فيوصل البلاث بشكل احسن. طبعا اي تعريجات طبعا عارفين ان هي بتزود. فتوصل البلاث والنورشمنت بشكل احسن. تالي حاجة تحتاج بالأديجن. ان الاتنين ينسكو في بعض. تمام كده? ان والابديرمس الاتنين ينسكو اه في بعض. اه طيب قلنا ان هو في يعني بتبقى شكلها في كيفت اه كده زي ما شفناها. اه بنقول كمان ان الباترن بتاع البابلاري ريجيس ده هو ريسبونس بول فور فينجر برينتس which are unique for every individual. الشكل او الباترن بتاع البابلاري ريجيس والطريقة اللي بيحصل لها organization بيها هي داية المسؤولة عن البصمة. البينجر برينت وبنقول ان هي بتختلف من كل شخصة للتاني. طبعا البصمة او الفينجر برينتس موجودة في الصابع الايد من جوة من ناحية البون اللي هو السيك سكن. تمام? اه ودي بنقول ان هي مميزة لكل شخص مختلف عن التانية. علشان ايه? علشان الباترن بتاعة البابلاري ريجيس وشكل اللي ترتبها بيختلف من شخص للتاني. فالباترن بتاعة البابلاري ريجيس هي المسؤولة عن الفينجر برينتس. تمام? دي كده درمال ايبي درمال جونجشن. ميش. اه نجب على كده بقى لسيك سكن كده نكون خلصنا السيك سكن. اه السيك سكن بقى موجود فين? بنقول ان هو موجود في كل الجزء معدى الاماكن اللي فيها السيك سكن اللي هم ايه? منطقتين. كافي الايد وكافي الراجل. معدى السيك سكن معدى التبس بتاعة وصولت هي اصلا كده كده مش عليها سكن تمام? اه بعد كده مقارنة بين السيك سكن والسيك سكن ودي مقارنة مهمة جدا والسيك سكن بقى موجود فين? طب السيك سكن بقى موجود فين? في كل اللي بقيت الجزء تمام? تمام? الايبي درميس في في السكسكن بيكون سك وفي السين سكن بيكون سن ما دي هي يبقى هنا سك وهنا سن هنا من ربعمية الستمية مايكرو وهنا من خمسة السبعين الى مية وخمسين مايكرو طيب احنا بنقول ان في السكسك وفي السن سن يبقى اي جاية هتبقى في السكسك وفي السن سن طبعا اه معدة اتنين لير اول لير فيهم اللي هي السراتون بيزال السراتون بيزال هي اصلا سنجل لير فهي هتبقى واحدة في الاتنين لان هي سنجل لير واحدة یا هتصغر اقار محدودة فهي موجودة اتنين عايدي. نفس الحقه ما شقه العذاء في اسشن الحجم سكل و هنا سن . بيتكون موجودة هنا. tensions ليس ما افيت shoem طوال موجودة هنا hernia ثانيها ك Goes BerICH هي بتكون موجودة في الاماكن اللي فيها يا اللي هي ماشي بعد كده عندنا طبعا هنا وبتكون سن في سن بناسبة ل قلنا نحنا ما عندناش حاجتين وال لكن في سن تتم الجنس بتكون موجودة شكل في السكنة بتكون بشكل أقل في لسن. طيب بعد كده هنا ما فيش عشان ما فيش اير اصلاające üç Open I محتاجة ان انا ازود ومش عارف ايه والتعرقات بقى والحاجات دي كلها. تمام? اه هنا بتكون عشان كده بتاعتها بتدي شكل البصمة. هنا بتكون تمام? على السن. طيب بتكون موجودة في زي ما قلنا قبل كده مش بتكون موجودة في السن سكن. تمام? المقاردة دي مهمة جدا جدا. هي اصلا سهلة اي حاجة هنا وهنا سن. اه وقلنا ان بس هي الموجودة هنا ومش موجودة هنا لان هي صغيرة جدا اصلا. وعارفين ان مافيش هيرفلكلز ولا دي موجودة هنا يبقى موجودين هنا. ومع ان مافيش هيرفلكلز يبقى هنا مافيش. و هنا. في أيركتور بــــــــــــــــــــــ�동祭 uy بالكماع constructing و يقلناітه جدا. ت되는 معلومه هنا ان بيبقى فيه هيرفلكلز في كل الاجزاء اللي بيغطيها. معدى. معدى? م Veronica بيقابلها في الفيميل الليبية من غورة. بتاع الليبيا من غورة. وتاعت اللبس. بتاعت اللبس. اللي هي من برا. اللي بيتحط عليها اللبستك. تمام? اه فالاماكن دي كلها او كله فيها معادة الاماكن دي. والليبيا منورة والانترنال بتاع الليبيا منورة وتاعت اللبس. تمام? كده نكون خلصنا الحمد لله. نسخل بعد كده على الهير. بتاع الهير فوليكل طبعا احنا عرفين الهير فوليكلز اللي هي البصية بتاعت الشعر. البصية بتاعت الشعر طبعا هي اهم جزئية في الشعر لان هي المسؤولة عن انها تطلع الشعر وتعمله عشان كده دايما يقولها في اعلانات الشعر ان هي بتغذي بصيلة الشعر. عشان البصية الشعر هي المسؤولة عن ظهور الشعر والجرس بتاعه ومنتين الجرس بتاعه. تمام? فالاستخشرة بتاع الهير فولكس الهير ومنتين زر جرس. اهم اهم منطقة في الهير. تمام? زيد يعني ايه? يروح نازل لتحت كده ويروح طالع منه ايه? الشعروية. فشعرية تكون متغلفة من برا بي ديرميس ومن داخل في ايبي درميس. شايفين كده? مش ده كده الجزئية دي قلنا ان هي ال ايبي درميس. تمام? اول الابي سيديم. فهاي بتروح نازل لكده اهو. جوة ايه? جوة الدرمس. فالحتة من برها دي كده تكون متغلفة من برا بي درمس. ومن داخل فيه شيث من ال ايبي درمس. واصلة كده هو عمل ايبي درمس. تبس ده كده فهو راح عمل كده وعمل ثبقت من برة متغلف اللي نزل فيها ومن جوا فيه شيث من الايه من. تمام. فمنقول ان كزا شيث. اللي هو شيث من برة وايبيديرمال من جوة. والايبيديرمال بعد كده بينقسم الاكسترنال وانترنال. نركز على شيث اللي هو من برة. هو عبرها عن تشو شيث. بيسرروند كلها من برة. وبعد كده بيروح رايح من منطقة ديب من تحت آآ بيعمل آآ جوا بيعمل ايه بيعمل حاجة اسمها بابيلا بابيلا بصوا هلو نجيب الشكل بتاعها عشان تبقى وضعها اهي يبقى كده من بره ده الشيث اللي من بره ده هو عبارة عن ايه هو عبارة عن ايه هو عبارة عن ايه بيكون ماشي كده اهو 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 بعد كده في حتة هنا كده ديب بيروح من داخل هنا كده منسميها بابيلا منسميها ايه بابيلا بيروح واخد معايا اهو البلوت سابلاي ادي والبينز وكل كل ده عشان يدخل هنا في المنطقة دي دي اهم منطقة دي الماتريكس اللي بيكون موجود فيها ايه اللي بيكون موجود فيها الماتريكس الماتريكس ده هو اللي فيه السلز المسؤولة ان يحصل لها بوريفريشن وتنتج الهير تمام عشان كده مهمة جدا يوصل لها تفزيئ فهو الكنيكتف تيشو او الديرمال شيث بيكون لافف حوالين الفوليك الكلها من بره كده اهو هو ده يكون لاف حالة الفوليك الكلها من بره بعد كده في الحطة الديب دي بيروح داخل واخد معاه اللي هو عشان يغزي المنطقة دي اللي فيها اللي فيها اللي بتاعمل وتنتج لي الشعر عشان المنطقة دي مهمة بيعمل حاجة اسمها بابيلا بابيلا بورجيكشن كده دخل هنا كده في الديب من تحت تمام فادزا ديب بوشن اوزا فوليكل من الجزائي اللي هي دي بردو اه 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 الوز كنتك تفتشو بروجيكشن اسمها بابيلا بروفايز اكتف ديب ايبي ديرمال سيلز الاكتف ايبي ديرمال سيلز اللي هي الماتريكس او اللي هي الهير ماتريكس سيلز او رجروس ريجين وز نيوترينز عشان يقدر يغزيها وتقدر تنتجي الشعر بشكل كويس من قولي ان السيل ماتريكس هي اللي بيحصلها بريفريشن وبحتلها وبتبدأ ان هي تعمل ايه تفورم بالكيراتين او زهير ما هو الهير اصلا هو نوع من انواع الكيراتين تمام كده يبقى دي اول حاجة معي اللي هي الدرمال او الكنيات التوشيشيث وانا هو بيغلف الفوليكتلز كلها من برا وبعد كده بيجي في منطقة ديب من تحت يطلع بريكشن من سميه بابيلا عشان يغزي الديب اكتيف ايبي درمال سلسل هي عبارة عن الماتريكس اللي بعد كده هتطلع الهير هتطلع الكيراتين اللي بيعمل ايه اللي بيعمل الهير تمام بنجيب بعد كده بقى للابي درمال بتعسمها للكسترنال روت وانترنال آآ روت بنسبة للكسترنال روت هو عبارة عن زي ما شفنا من عبارة عن تلاتة لير استراتم بزال واللي استراتم بسبينوزم واللي استراتم جولاني لوزم من تحت او الاول تحت من تحت تمام كده تمام بعد كده هو كونتنوشن للاستراتم كورنيام اللي هو اخر واحدة بقى اخر واحدة اللي هي من من فوق طبعا نبقى اما عمل بانفاجرينشن فهي بقت اخر واحدة من جوه تفهمين حاجة تمام وابقى في اه عندنا اتنين اللي هو اللي هو ودي ودي عبارة من واحد لتلاتة الليير وبتكون عبارة عن آآ بصوا معين طبعا احنا قلنا ان ده او وبعد كده هنبدأ من جوة دي ايه دي عبارة عن بنقسمها ليه جزئيتان واحدة اكسترنل والتانية انترنل الاكسترنل عبارة عن تلاتة اول تلاتة من تحت البزال والسبانيوزم والجرانيولوزم بعد كده الانترنل من جوة ده كده شكلها اهو عندنا الانترنل آآ الانترنل آآ آآ روت آآ تشيث اللي هي الجزئية دي تمام تمام في عندها آآ اتنين هي كونتنواشن ليه اللي سيتم كورنيام عندها اتنين اللي هو الهنلز والهوكسلس لير اللي هي دي تمام وهي عبارة عن كونتنواشن ليه اللي سيتم بعد كده عندنا وهي عبارة عن من واحد لتلاتة اهي كزا اهي من واحد لتلاتة آآ آآ وعبارة عن لو كبرنا شوية لقيها ايه فلاسنت ايه كويو بويدل اهي تمام كده تمام بعد كده هندخل الجوة شوية هيبقى يبقى في ايه الكيوتيكال آآ كيوتيكال سيلس او الكيوتيكال بتاع بتاع الهير هنتكلم عنه وبعدين وبعد كده الكورتيكس بعد كده الميضالة هنا كده كورتيكال كورتيكس ميضالة اخر حاجة في النص خالص هي الميضالة تمام اتفاهمت كده يبقى هو كونتنواشن وعندنا اتنين آآ جرنين سوري وعندنا اتنين الهيت ذليير والحيكس節目 لكنها عبارة عن اللير واحدة اللي هي برد دي 60 سيار عبارة عن من واحد لتلاتة هنا كده هم مواجهدين اتنين وهم يبقى عبارة عن ثلات في꺼� opted MID playal والشكل ده اهو بعد كده بيبقى فيه الكورتيكس بعد كده الميضال كمان بده كده نكون خلصنا الشيث بتاعت الفوليكيلز. ديرمل ويبي ديرمل. نذهب بعد كده على بتاع الهيرزة نفسه بقى من جوة المضلة وكورتكس وكيوتيكل او من جوة البرة. مضلة وكورتكس وكيوتيكل. بالنسبة ليه المضلة هي طبعا السنتر. الكور سنتر. فهي السنترل كور بتاع الشافت. بعد كده كونتينز آآ بقى فيها صفت كراتين. كل ما نخرج من من جوة لبرة هنلاقي ان الكراتين بيبقى هارد وماتيور. تمام? فهي فيها اللي هي صفت كراتين. بيكون فيها صفت كراتين. بعد كده الكورتكس. الكورتكس ده بيكون بي سيروند المضلة اهو. كده المضلة وبعد كده حواليها بيكون الكورتكس. في كده من. هنا بيكون بقى. هنا كان هنا كان تمام? سم. هو ده اللي بيكون فيه معظم اللي هو الميلانين فده اللي بيدي الشعر بتاعهم. اللون بتاع الشعر بيكون نتيجة اللي موجودة جوة الكورتكس. حتى هنبس عليها كده هنلاقيها اغمأ. هنلاقيها اغمأ من الميضالة واغمأ من الكيوتيكل عشان فيها. فالملانين اللي بتاع اللون بتاع الشعر بيكون موجود فين اكتر حاجة بيكون موجود في الكورتكس. تمام؟ بعد كده الكيوتيكل ده اللي في ايه? في ہارد كراتين. ده ا following the outer most layer بتاع الشافت وفيه هارد كراتين. تمام? يبقى هنا كان بورلي في الميضالة. من جوا كان بعد كده كان سوفت كيراتين بعد كده في الكورتيكس كان الكريتينيز بعد كده في الهير ايه كان كريتيني. او لنا برضه معلومة مهمة ان هو هو اللي بيكون فيه هنفتكر السورة دي لان هي بتكون قسود كده من الحمرية هو فيه المالانين الذي بيدي للشعر اللون بتاعه. تمام. كده نكون خلصنا الهير. ان شاء الله يكون يكون مفيش في مشكلة. ندخل بعد كده على. بنقول ان هي موجودة فين؟ مش موجودة في السك موجودة في السن لان نقول لنا هنبص على كاف ايدنا من جوه هل بيطلع اي دهون؟ لا وهو سكي بقى هي موجودة فين؟ في السن نقول لنا هي سمبل شكلها هنبص هنا هنعرف الشكل وهنفتكرها من الشكل هي سمبل عشان ليها ضقت واحد اهي ليها ضقت واحد هي كذا اهي وشكلها شكل الالفيولاي مش دي شكل الالفيولاي بالصد طيب لان هي بتطلع عن طريق الدقت بتكون موجودة اكثر زي ما قلنا في الدرمز بتاعت السن كن وهي عبارة عن فيها كذا اهي او كزا وبتفتح فيه اهي. تمام? الداقت بقى بتنتهي فين? بتفتح في بتاع الهير فولكل. عشان كده هي موجودة في الاماكن اللي فيها هير. اللي هي ايه? هم اللي دين يكونوا موجودين في عشان هي بتفتح فيه الشفت بتاع الهير. تمام? تمام. بس في اماكن مافيش فيها هير بقى. زي ما اتفعنا قبل كده في اماكن في ما فيش فيه هير زي طيب تفتح فين في الاماكن دي وتفتح داريكلي على طول على الاماكن دي هتفتح داريكتلي على الاماكن دي هتفتح داريكتلي بعد كده نقول ان بتاعها وبين في الاماكن دي عبارة عن طب العبارة عن بتكون موجودة على بيزا اللامنة بتاعتها وعبارة عن عبارة عن عبارة عن اما بالنسبة للسكريتري بتكون عبارة عن بنقول ان الجلاند بتطلع ايه? بتطلع دهون. فبتطلع حاجة اسمها سيبن. ده الايلي ماتيريال. تمام? عن طريق ميكانزم اسمها هولوكراين ميكانزم. احنا عندها تحت ميكانزم. هولوكراين ميروكراين وابوكراين. الهولوكراين يعني معناها ان السيلز ذات نفسها هيحصل لها دس وهتخرج مع السكريشن. يعني السيلز هيكده. يروح اصليها وهتروح خارجها كجزء من السيبن يعني السيبا مش بيخرج بس الاولي يخرج مع السيلز. يعني و هي بتطلع. بتروح على خارجه معي كل السيلزة تخرج هولو كلهم. بما يحصل لها دس وتخرج معه. كجزء من السيكريشن.يبقى السبيشيز بيكون ايه هولوكراين ميكانزم. هنفتكر ان الدهون لما بتطلع بيطلع معها شوية شدين كده ايه? اه من السيلز. تمام? من الابيسيلين. تمام? في هولوكرايوم ميكانيزم. الفنكشن بتاع السيما من لحد دوقتي مش عارفينه قوي. بس هو ممكن يكون يعني تقدر البكتيريا والفنجل يعني. بس طبعا في حاجة ليه اللي هو الترتيب ودي من مميزات البشرة الدهنية ان هي عطوة او مترتابة. يعني مش ميزة هالحاجة بسمع لنا. تمام? اه فهو وانتي بكتيريال وانتي فانكل. كنا هاخدون خلاصنا. من شكلها عارفنا ان هي عبارة عن سيمبل آآ بتكون موجودة اكتر في الدرمز بتاع السينس كنزة ما عارفين من قبل كده. وعندها طبعا كزا اسينار فهي كومباوند اسينار. تمام? بتفتح على طول في مي بتفتح على طول في بتاع الهير فوليكل. طب الاماكن اللي ما فيش فيها بتفتح فيه دايريكتلي في في السيرفس. والسيكريتوري استراتيفايت. والاسيناي انتفرانشيتد. وبتطلع السيبم. وطبعا هولوكراين مكريزمة مهمة جدا. تمام? وطبعا نجيب بعد كده لي السويد جلانت. السويد جلانت بيقول ان احنا عدامة انها نوعين. اكرين وابوكراين. تمام? تمام. اللي بتبقى موجودة فيه بتبقى موجودة في الدرمس بتاع الاتنين. السيك والسين. بس طبعا موجودة اكتر في السيك. هنبص على قدينا اللي بتاعها عن جو. تمام? الطيب بتاعها سيمبل كويلد تيوبلر اكسو كويلد تيوبلر اكسو كويلد هنبص برضو على شكلها عشان ايه? عشان نفتكرة. بسم الله. دي كده اهيت. هي طبعا عبارة عن سيمبل لاني لها دكت واحدة اهيت. وكويلد تيوبلر اكسو كويلد وتيوبلر اهي. كويلد تلف حولين بعضها كده. عشان كده هي ايه? عشان كده هي كويلد. تمام? تمام? بصوا بقى في حاجة. لما بتيجي تطلع الدكت بتاعها اهي. هنا كده في منطقة في اللي عند اللي عند الابيسيليم. الدكت مش بيقى موجود. الدكت انتهى هنا كده. بس بيمشي هنا كده. مبين الابيسيليم السلس ويخرج على السيرفس عن طريق السويت بورز. عن طريق البورز اللي موجودة على السيرفس بتاع السكن. تمام? تمام? والميكانيزم بتاعها هي ميروكراين ميكانيزم. ميروكراين ميكانيزم يعني ايه? يعني السلس بقى انتكت. ما بيحصل لهاش شدين وبيحصل لهاش دات. لا السلس بقى ايه دم هي. اللي بيطلع بس هو الايه? هو بتاعة السكريشن. اللي هو هنا السويت. تمام? فحنا نقول ان هي سيمبل كويلد توبيلر اكسو كراين جلاند وعرفنا ليه? شكلها سيمبل لها دكت واحدة وكويلد لفحها وللنفسها كده. وميروكراين ميكانيزم. السلس انتكت ما فيش محصل لهاش اي مشكلة وحصل لها اي ديس ولا اي شدينج. اللي هو الاسيناي. اللي هو الاسيناي. وصوبرفيششي اللي هو الداكت. طبعا عندها اسيناي وداكت. السكريتري بورشن بتكون اه بتكون ديب وينزا ديرمس. وبيتكون اه قريبة للهايبودرمس. اه بتكون ديب. طيب. يبقى بيكون الاسيناي بيكون فيها بيل سيلس وفيها دارك سيلس. وبيكون السايتو بلاسمن بتاعها بيل ستينينج. طعم? هي عبارة عن كويبويدل. يعني نعرف ان هي كويبويدل آآ سيلس. يبقى ده هي هي اللي بتكون تحت وبتكون موضف الديرمس وقريبة للهايبودرمس ده اللي هو الجزئية اللي بعد الديرمس. تمام؟ وبتكون دكتور زاويت ان هي بتكون زينوفيليك. دكتور على. بعد كده او الداقت في اللي بيكون موجود طبعا في الديرمس وبارده بيكون نفس الحوار. هو كويبويدل كويبويدل. بس هنا بيكون دارك ستيند سيتو بلاسم. هنا بيقى الستيند سيتو بلاسم. هنا دارك ستيند سيتو بلاسم. لو نطلع لفوق بيزيد او بتاع السيتو بلاسم. في الابي ديرمس بقى بنقول ان ما فيش اي اي بيسية اللي هو قريبة. تمام؟ وعرغم من كده في ايه؟ بسم الله. صور يا جماعة ده كان الفيديو المنتسجل من قبل كده. ماشي. آآ نكمل. آآ وعرغم من كده بيعمل بتاعه آآ من خلال لحد ما يفتح فيه من فوق. بتاعتها بتقلل 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 لإيه؟ طيب نتكلم عن نهاية تاني عبارة عن سيمبل آآ سيمبل نفسها وسيمبل ليها دكت واحدة. طيب الميكانيزما يفتاحها عبارة عن ميروكراين. ميروكراين ميكانيزما. ان السيلزو بتكون انتك تعيه ما حصلهاش اي مشكلة. بنقول وهي بتطلع بيبقى عند الايبيسيليام هنا او عند مش بيكون في الول دكت. فالسويت ذات نفسه بيمشي كده وبياخد طريقه لحد ما يفتح ففل سويت بورز. معم؟ طيب؟ قولنا ان هي عبارة عن الاسيناي اهيت هنا والدكت هنا والاتنين كويبويدل بس هنا بيل ستين وهنا دارك ستين سايتو بلاس. والفانكشن بتاعتها طيب آآ بعد كده ده النوع التاني بيختلف عن في ايه بقى؟ فان هو بيفتح فرا ايه بيعملت في الاماكن اللي فيها. تمام؟ هنه بيفتح في اللي فيها zay carbonate. لكن كان بتفتح بيه merrycia. وبين بقى بيكون معيدي بقى في اماكن اللي فيها شعر ما هو بيفتح في ايه Lakhzilla البرست الاهاماكين الOOK proyecto وده بhmm يبقى الاماكن اللي فيها الشعر بيزيد افضل البيوبرتي او الشعر بيزهر افضل البيوبرتي فبيفتح فيها الابكراين السويتكان ويحصل لها авطل البيوبرتي لان الشعر ده اصلا تظهر بعد البيوبرتي تمام؟ يبقى تاني ده بتفتح فيه بتفتح فيه بتاع الهير بيبدأ نسيكريشان بتاحها بعد البيوبرتي فهي بتفتح في الهير اللي بتظهر بعد ايه شوية 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 لازق ward اللي هو معى بس مية تقيلة مع بروتين هكذا مايك ريحة كي يكونش لي ريحة ولكن الريحة او دي بتظهر امتا لما بيحصل بكتيريا ديجو 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 يعني العرق ذات نفسه اللي بيطلع ملوش ريحة الريحة دي بتظهر بسبب البكتيريا اللي بتيجي على العرق ده تمام? تمام ايه ايه اتو اتو بليفت ذات زي ايبيكالبورت بتاع السيتو بلازم ديتاتشد فروم السيلس دورنج السيكريشن عشان كده اسمها ابو كراين بلانتز يبقى يعني ايه ابو كراين بلانتز بقى؟ مع. بعد كده قلنا في ميكانيزم ودي ما موجودة في تمام? آآ وديت بيحصل ان آآ السلسد تبقى انتكت محصلاش اي مشكلة. طيب الابوكراين بقى ابوكراين من اسمها ابوكراين يبقى الابوكراين بورت اللي من هنا دي كده هي اللي من فوق هي دي اللي بيحصل لها دس وبيحصل لها وبتخرج مع تمام? عشان كده ده بيكون فيه بروتين. فبيكون فيسكس. تمام. بس كده نكون خلصنا الابوكراين. تمام? ماشي. بعد كده اخر حاجة معنا بقى وهي الدوافر. الدوافر هي عبارة عن ايه? عبارة عن موجودة على بتاع ايتش ديستال فانيكس موجودة على اخر الصورة بتاعتنا يعني اللي هو الفانيكس من اخر حاجة. اللي هي الدوافر. طيب ايتش النيل بقى عنده ايه? اول حاجة في اه بلايت. النيل بلايت دوت اللي اه بيشابه بتاعت الاسكان. ما هو اخر حاجة في الاسكان. الطوقة الخارجية او الاشغر الخارجية هي فشبهها بالزبط النيل بلايت. هو ده النيل بلايت اهم. اللي هو يكون من بره ده. تمام اهو? ده النيل بلايت. تمام? تمام. طيب. اه بعد كده عندنا النيل او النيل متريكس. وده عبارة عن بتاع النيل اللي هو اقرب حاجة للجسم. اهو. هنا كده. ده النيل روت اهوات وهو حواليه بيكون النيل متريكس. تمام؟ ده اللي هي الحتة الاخيرة دي. وحواليها اللي هو اكتر حاجة من النيل. رايبة الجسمينة. طيب. بعد كده النيل وده اللي هو نايم عليه البلايت. انا بعمل ايه? انا عاوض انسحه. تمام. يبقى قولنا كده اهو. ده النيل بلايت. واخره هنا كده ده النيل اللي هو اكتر حاجة وحواليه النيل ماتريكس. بعد كده الجزئية دي اللي نايم عليها بالسم ايليها تحتوى النينanda عبارة عن الابدرميس. ما هو دي طوىтобة الابدرميس عادي. وبعد كده اخر الطبقة اللي هي السيتم كورنيم مش موجودة لان هي نفسها عبارة عن النايل بلايت. تمام? تمام. فالآه البيد اللي نايم عليه هو عبارة عن ابциليم. معده طبعا السيتم كورنيم اللي هي عبارة عن النيل بلايت. طيب بعد كده عندنا عاجة اسمها وده السكين اللي هو اوفرلايين اللي هو بيكون موجودة على النيل روت. وده بيكون بيبقى اسمه اللي هو اه ابنوكيام او كيوتيكال اهو. هنا كده ده ده النيل فولت اللي هو اللي بيكون موجود على النيل روت من من جوه او الامديامس اللي موجود عليه. بعد كده في اخر جزئية منه اللي هي اللي بتكون ظهرة من برة دي اللي بتكون الحتة دي. طمام? ده بنسميه اه ابنوكيام. طمام? بس ده اللي هو من برة. وده من جوه. تمام? او بنسميه كيوتيكال بردو. يما او كيوتيكال. ده النيل فولت. بيقولنا ان النيل روت اللي هو النيل ما هو اهو. ده كده النيل روت ما هو اصلا الصباح بيكبر من ايه? من تاعت الفوق من الروت بتاعه لحد فوق. فكده ده النيل روت حواليه هنا كده الماتريكس فالسيلز بتاعت الماتريكس دي هي اللي بحتلها وبتكمل ايه? بتاع النيل. وفي اللي هي الجزئية اللي هي بيبدأ من عندها اللي هي بتكون تحت اخر حاجة بنسميها آآ لنيول. لنيول ودي بتكون اوبيك وكريسنتريك انشيب. بتكون من جوه هي الجزئية دي. ولكن من برة هي الحتة دي. اللي بتكون بيضة دي لو بصنا على صباحنا من تحت وخصوصنا الصباح الكبير هنلاقيها. لنيول بتكون اوبيك وكريسنتريك انشيب. طبعا? كده نكون خلصنا النيلز. طبعا كده هنشوف الاشتراك بتاعته هنا. ده كده اهو النيلز والنيلز قلنا ان هي عبارة عن اول حاجة هنا كده هنشوفها هي النيل بليت. ده كده. وفي الاخر هنا كده النيل روت بتاعه. وحواليه النيل بليت بيكون نايمة على النيل بيت اللي هي عبارة عن اهو. تكملة الايبيسيليم او الايبيديرميس. واخر منها اللي هي 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 اللي عاملة النيل بليت. تمام? هنا كده الماتريكس اللي هو عند الروت. هو اللي بتصيلزة تاعته هي اللي بتصالها وبتطلع ايه? وبتعمل للنيل. تمام? اه كان في جزئية تانية كمان اللي هي الايبينوكيام اللي هو الجزئية دي. الجلد اللي هو اه فوق اللي هو اللي بيكون موجود اه فوق الماتريكس او فوق اللي موجود هنا كده. ولما بيطلع لبرة بيعمل الجزئية دي كده اهو. تخيلينها بالضبط هو ده. بنسميها او اه ابنوكيام. ومن برة كده هنشوف الشكل بتاعه ادي اهو ابنوكيام او من برة اللي هي الحتة دي. اللي هي نفسها من جوه الحتة دي. بس تلعت لبرة. وكده عندنا طبعا نحية اسمها اللي هي الجزئية اللي بتكون فوقيها من برة من ديها الشكل ده اللي بيشكون شكلها الابيض بيتكون ابيك وكريسنتك بس كده. وكده عندنا خلصنا الحمد لله محاضرة الهستولوجي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ولو في اي اه سؤال او اي حاجة ابعتوا على وبس كده